السلام عليكم و مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ان شاء الله يلقاكم كامل بخير يوم بان سنتي كما شفتو اليوم اجبتلكم روسات كوردان بلو في ميزون بطريقة بسف بسف سهلة و مبساطة و يجيب بسف ابنين خامل تشريوها في بره و اجبتلكم مع تانية هذي كلاسو ستعزيتون يا لابل يبيو راح تعجبكم بسف قبل ما نكترو الهدرة نخليكم مع الوصفة نبدأ هنا يا بسم الله كنا عندي نصص در تالجاج قطعت و ديبتي موصو و حطيتو في لاشوار درت له ليزي بيس بيانسو قبديت هنا يا بالملح من بعك ستعليه توم بودرة من بعك ستعليه شوية تاع فلف الكحل نص مغرفة كامل درت منها نص مغرفة و درت له تانية الكوري هذا اي بيس بيسيال لتالجاج من بعك ستعليه كلش في لاشوار يترحى ما كدب شي سهل عليكم نكمل لكم باقي المكونات اللي نحتاجهم هنا هادك البولي درتو في بورت مانجي عندي هادك البولي روتة و عندي فرماش سبيسيال تاع هومبورجر هادك اللي جيكاري هنا عندي دوكا نروح نشكله الكوردان بلو عندي ان بابي فيلم خديتها كايمبون كونتيتي ديال البولي وفتحتها بطريقة لشفتو بمغرفة تقوم بالسليكون لكي لا ينصق لكم هادك البولي من بعك درت عليها ان رندل تاع البولي روتة و درت لها هادك شريحة تاع الفرماش هنا يرحلي هادك المقطع اهوزمن كنت درت يعني كتصورت وحد اخر وهنا كي ما قلت لكم نبدأ و نروحلي فيها غير بشوية بهادطريقة نروحلي وها بلدك البابي فيلم بسح ما نخلوه في الداخل توجو نخليوها على بره والطريقة جيبون صرا هي واضحة في الفيديو متحتات الشرح هنا يعني تعمت نخليها لكم نزيد لها شوية الفيديو باش تفهموني و من بعد ما كملت شكرتو هكذا جوغام بودا دوكا حن نزير عليها فليكو تديالو من خلف طرف بهاتطريقة كيف نكمل كامل لكون تديالو البولي اللي عندي هذا نحطه دوكوتي حتى نكمل نخدم الباقي من بعد ما كملت شكلتو هكذا طريقة لكم تشوفو فيها نحطوها في الكنجيلاتور عام 15 مينوط لتجدون ارحم ويبردوا و في هذا الوقت نوفيتي لكازيون انا كان عندي زيتون قصرت له الماء وحطيت له سيدر لكا لديك الملوحيه وفي الاطقودي عندي تاني تنجرة واحد خرادرت فيها مغرفة عزيد ومغرفة عسمن وحبه كبيره تاع بصل مقطعه ومبعك حطيتها على نار قليلة بيانسو وزيت لها ليزي بيست لها ملح فلفل كحل وبصل بودرة وخليتها يعني تتقل حتى من ذاك البصل الكرم المليح على نار قليلة وزيت له مغرفة تاع فخوماجات اغتيني وزوج مغرفة تاع كخين فخاش وهنا رايحان نمرقها بكيله صغير لديك المدافئ هذا اللاصص لا تحتاج الكثير الماء هنا قليلت لكم كمية قليلة يعني تحتاج 2% أو 4% اذا كانت لديكم افراد عائلة اذا كانت لديكم افراد عائلة بعد ما اغلت هذه اللاصص التي كنتم بريباري فيها فرقت عليها هذا الزيتون وخليتها الطيبة يعني احتها هذا الزيتون وعقدة هذه الكرام جي شوية عقدة كما راكم تشوفوا اذا كانت لديك ماء اذا كانت لديك ماء اذا كانت لديك ماء هذا اللاصص تخرج الكثير من الماء ويحبت تسيد معها لشامبيون ويحبت تسيد معها يعني تمشي الكثير مع البولة راح نهاية انا قريبت ماء ومعادة التسيد انا قريبت الى هداء البولة التي تضيفه في الكونجيلاتور عندي هنا جوج حبة بيض يعني صديبو على حسب الكمية الججلكم البيض يعني على حسب الكمية هذه عندي فرينة وعندي لشابلور لشابلور اللي يحب زعمه حاجة تكون كونفرابونا يرون بلاسي لشابلور هذا البطاطا يرحيه ويخدم به في بلاس لاشابليو يعني يجي كرمش بزاف ويجي بنا بزاف يعني يخير من لاشابليو نحيت هاداك البابي فيم ومبعك بديت نغطسها ومعكدا في البيض ومبعكزت في الفارينا ومبعكزت لهم لدرنية فوة في لاشابليو وكملت مع كامل الاخرين اللي عندي هنا يديت مقلادرت فيها امبون كونتية ديالزيت خليتها تسخن شوية مباك حطيت عليها كامل هاداك البولي بيزور تكون النار متوسطى بمشي قليلة بساف باش ما تشرب ليش الزيت ومشي قوية باش ما يتحرقوش تانيت بيزور تايبتهم كامل يكوتيو يعني من بعد ما يطيبو ايجو طريين من داخل دك فروماجي جي تايب وعلى بره ايجو ايجو ايكلمشو استغلو لبرك هاداك كانت هادي هي لغوثة نهار اليوم وهكذا يعني هاولي طابق تقديم ديالي في الافان كيفاش حطيتو دك ما بقالي نقول لكم غير تهلا وفروحكم تلاقا في فيديوهات جايين واذا عجبتكم اللغوثة تخلولي جام واذا كنتوا لبرمير فوري تشوفو لاشان تاعي ابونيوا فلاشان واكتفيو لكلوش تاعي توت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة